خلينا نشوف بقى ودود الأفعال نروح بقى للجانب الثاني ونشوف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين التنياهو النهاردة قال إيه؟ قال إنه يعني وكأنه ما سمعش محكمة العدل الدولية ما شفش الجلسة اللي فاتت ما شفش بعد كل ما قدمت إسرائيل من طعون عشان ترد على الجانب الجنوب إفريقي أعتقد إنه ده يعني ما دخلش عقول هؤلاء القضاء بأي شيء وعليه شفنا القرارة اللي احنا شفناها النهاردة بنيمين التنياهو قال إنه إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي وعشان يكتمل المشهد بقى كمان لازم نروح نشوف ردود الأفعال خلينا نشوف ردود الأفعال المشرفة وطبعا هنا نتكلم عن الدول العربية وفي مقدمتها كانت مصر وبيان للخارجية المصرية الحقيقة كان بيان سريع وفوري بعد الإعلان عن قرارات المحكمة بشكل مباشر رحبت فيه جمهورية مصر العربية بقرار معكمة العدل وطلبت الخارجية فيه بيانها بتطبيق عدد من التدابير الفورية اللي بتستهدف الحماية للشعب الفلسطيني وأكدت كمان الخارجية المصرية فيه بيانها أن هي كانت تطمح وتتطلع لأنه محكمة العدل الدولية تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة زي ما عملت قبل كده في قضايا ممثلة وأكدت كمان الخارجية المصرية أنه مصر بتواصل التحركات والاتصالات بتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية لإنهاء الأزمة ومنع أي إجراءات بتستهدف التهجير القصري للفلسطينيين وده يمكن اللي احنا شايفينه لسه منذ لحظات فيه مدخلة لسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والحديث حول ضرورة إدخال المساعدات وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة والوقف الفوري لإطلاق النار اشتركوا في القناة